ياهلا ومرحبا فيكم مرة ثانية يا عزائي المشاهدين في حلقة جديدة معكم أخكم هاشم العلوي واليوم راح نتكلم عن أربع طرق ممكنك أنت من خلال مهاراتك الفنية تحصل على ألف دولار في الشهر أوكي موضوع هاي الحلقة جدا مشوق فخلونا نبتدي أول خطوة راح نتكلم فيها اليوم هي تقديم خدماتك للميكسينج أو الماسترينج طبعا اليوم بتقدر أنك أنت تقدم هالخدمة حق العملاء أو حق الناس اللي يتواصلون معاك وهي خدمة الميكس والماستر بس خلونا نأول نتكلم شون الميكس وشون الماستر وشون الفرق ما بين الاثنين الميكسينج طبعا هو أنك أنت تأخذ العناصر المختلفة في الأغنية لتركات المختلفة أو كل التراك على حدة وتجمعهم مع بعض بطريقة فنية باستخدام الإيكيوز والإيكولايزر والكمبريسر والبلغينز المختلفة جمع هالتركات أو العناصر المختلفة واستخدام الطرق المختلفة في معالجة الصوت على كل التراك هي باختصار عملية الميكس والماسترينج هو العملية الأخيرة أو آخر خطوة بعد الانتهاء من عملية الميكس هي عبارة عن أنك تأخذ التراك الستيريو فايل اللي سويته في عملية الميكس أو اللي شخص أرسلك هي تأخذ هاي الستيريو فايل وتشتغل عليه تتأكد أن مستوى الصوت واصل إلى أقصى مستوى ممكن وبالإمكان أن هالتراك يكون منافس للتراكات الثانية اللي على المنصة اللي راح تسمع فيها هاي الموسيقى مثل سبوتيفاي وأبل ميوزك وأنغامي وغيرها وعلى مستوى العالم ومهندسين الميكس اللي موجودين في هاي المجال في العالم ممكن هم يتشارجون ما بين ألف دولار إلى عشرة ألاف دولار على الميكس طبعاً يعتمد على اللفل ما الشخص اللي قاعد يشتغل على الميكس بس إذا كنت أنت مبتدي في هاي المجال ممكن أنك أنت تقدم هاي الخدمة في سعر يتراوح ما بين 250 إلى 500 دولار على الإغنية الوحدة إذا سوينا الحسبة وشفنا أنك أنت مثلاً في مجال الميكسين بتحسب 250 دولار حق الميكس كل اللي بتحتاجه في الشهر هو أربع مشاريع حق الميكس ووصلت بهذه الطريقة إلى الألف دولار هاي من ناحية الميكسينغ من ناحية الميكسينغ الموضوع شوي مختلف لأنه ما راح يكون في التعقيد اللي موجود في عملية الميكسينغ ميكسينغ أو مهندسين الميكسينغ ممكن يتشارجون أي مبلغ ما بين 50 إلى 100 دولار أوكي هاي كانت الطريقة الأولى الطريقة الثانية اللي راح نتكلم عنها هي أنك أنت تكون بريدوسر أو منتج شنو دور المنتج؟ دور المنتج هو أنه ياخذ الفكرة اللي موجودة ممكن أنها تكون فكرة مسجلة على التليفون أو أنها تكون مثلاً حتى مجرد كلمات يعني مجرد كلمات مكتوبة أو أحد يكون مسجل الأغنية أو فكرة الأغنية على التليفون أو على جهاز تسجيل بس ما تكون الفكرة واضحة أو ما تكون مكتملة دور المنتج أو دور البريدوسر هو أنه يكمل هذه الفكرة وينتج من خلالها عمل متكامل أسعار المنتجين تتفاوت بشكل كبير في هاي المجال يعني فكر في المنتجين اللي تعاملوا مع السوبر ستارز أو النصل جداً مشاهير إذا سوينا الحسبة حق المنتج وشرشت تقريباً مثلاً 300 دولار أو 400 دولار حق الغنية كل اللي بتحتاجها في الشهر هو تقريباً ثلاث أعمال وبشذا يطفت أنت الألف دولار في الشهر والطريقة الثالثة اللي راح نتكلم فيها اليوم هي أنك تكون session musician أو شخص ممكن نهوى يروح يسجل تسجيل في ستوديو حق غنية واحدة طبعاً session musicians أيضاً أسعارهم جداً متفاوتة ويعتمد على مستوى الشخص اللي راح يسجل فبعض الموسيقيين يحسبون ما بين 50 دولار إلى آلاف الدولارات حق هيون يسجلون مثلاً مقطع واحد في غنية أيضاً يعتمد على المستوى ولكن إذا كنت مبتدئ في هذا المجال ممكن أنك أنت تحسب سعر ما بين 50 دولار إلى 150 دولار حق session يعني إذا سوينا الحسبة وشفنا أن الوقت اللي يلزمك حق أنك تتعلم لغنية وتسجلها تقريباً ثلاث ساعات فبمعدل ثلاثين ساعة في الشهر أنت شذير راح تغطي مبلغ الألف دولار في الشهر والطريقة الرابعة والأخيرة هي أنك تكون recording engineer أو اللي يسمونها أيضاً tracking engineer طبعاً إحنا شفنا الكثير من الناس في سنة 2020 قامت تسجل إهيب نفسها في البيت أو في الاستيديو المنزلي بس في أيضاً ناس إلى اليوم كثيرة ما تبتغرب الروحة أو أنها يتعب نفسها بالاستيديو المنزلي اللي عندها تابع بس تروح مكان تسجل وخلاص تابع شخص آخر يكون موجود هو اللي يقوم بعملية التسجيل هو اللي يحل المشاكل في التسجيل هو اللي يتحمل بعملية التسجيل من الألف إلى الياء شغلتهم بس أنهما يسجلون شغلة الشخص آخر أو العميل هو بس التسجيل فعلى مستوى العالم الأسعار اللي يأخذونها مهندسين التسجيل أو التراكينج انجينيرز تتراوح أيضاً ما بين مئات الدولارات في اليوم إلى آلاف الدولارات في اليوم يعتمد على مستوى الشخص يعتمد على الأجهزة اللي موجودة يعتمد على المكان نفسه على الأجهزة اللي موجودة في الاستيديو شنو المتطلبات شنو المدة الزمنية اللي راح يشتغل فيها المهندس كل هاي الأشياء هي اللي تحدد سعر الشخص اللي راح يشتغل على هالعملية بس إذا كنت مبتدئ في هاي المجال وعندك أنت مثلاً استيديو صغير في البيت عدد من الماكرافونات ممكن أنك أنت تشبكها وتتأكد أنك أنت تقدر تحصل على جودة صوت عالية أو كواليتي الصوت يكون جداً عالي تقدر أنك طبعاً تحسب حسبة حق الشخص اللي يبيه ويسجل عندك يعني ممكن أنك إذا حسبت في اليوم على حسب عدد الساعات اللي أنت راح تحددها ممكن أن تكون حسبتك حق العميل في اليوم تقريباً 200 دولار فإذا اشتغلت خمسة أيام في الشهر أنت بهالطريقة وصلت إلى ألف دولار هاي يا جماعة الخير كانت أربع طرق للحصول على ألف دولار في الشهر وإذا حابين تدخلون هاي المجال بالطريقة الصحيحة أحب أقدم لكم الدورة المجانية عن الهندسة الصوتية اللي راح نتكلم فيها عن بدايات هاي المجال وشلون تبتدي بالطريقة الصحيحة وشلون المفاهيم الرئيسية في مجال الهندسة الصوتية طبعاً الرابط موجود تحت في وصف الفيديو إن شاء الله عجبتكم الحلقة وأحب أسمع رأيكم في التعليقات وأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وشوفكم إن شاء الله على خير